مساء الخير الموزنة العامة موضوع مهم لكل مواطن مصري يعني مش هو موضوع يعني يخص أهل الاقتصاد والسياسة والحكومة وبس ببساطة شديدة جداً أنت كده لما بتقعد مع إيلتك تشوف وتعملوا إيه مثلاً على دخلة الصيف ولا مثلاً بداية السنة ولا في بداية حياتك الزوجية هتروحوا مصيف ولا لا إيه مستوى التعليم بتاع ولادكم مدارس خاصة ولا مدارس حكومة ولا مدرسة نموذجية ولا مدرسة إنترناشنال هتصرفوا على الأكل كام الأكل والشرب وهكذا في الأول هتحسبوا دخل الأسرة كام إيه المطلوب عشان تعملوا كل الحاجات اللي انتم نفسكم تعملوها سواء كانت الحاجات دي مثلاً حاجات أساسية أو يمكن من باب الرفاهية كلها على بعضها الحاجات دي هتعمل كام طبعاً بيبقى شيء جميل جداً لو دخل الأسرة أكتر أو بيساوي المصاريف المتوقعة فده كده معناه أنه العيلة هتتدخر من اللي هيفيد من دخلها ويبقى عندها فلوس تحطها تحطها بقى تحت البحوطة تحطها في البنك تشغلها في مصنع تفتح مشروع يزود الدخل زي بها هي عايزة أو يحصل العكس وتبقى المصاريف أكتر من الدخل ساعتها هيبقى قدامك تعمل أكتر من حاجة إما أنك تقلل مصاريفك وتشيل حاجات كنت حطيتها في خطتك وكان نفسك فيها أو أنك تدور على شغل جديد أو أي دخل جديد تزود بيه فلوسك أو تستلف من حد قريب منك لحد ما تعدي المصاريف اللي دخلت عليك وأحيانا بتعمل كل خطتك وتبقى كله تمام وكله زي الفل وبعدين يجي فجأة كده حد من عيالك لصباح الله يتعب أو أي حد من العيالة يحتاج أي حاجة طرقة فساعتها لازم تبقى عامل حساب المفاجآت حطت كده مبلغ احتياطي على جنب عشان المفاجآت لأنه هتبقى أنت كده ملصم كل حاجة في حياتك فلو مش حطت المبلغ ده بتاع الطوارق حياتك هتتدربك وتتلغبط نفس الحكاية نفس الموضوع بالزبط بيحصل في موضوع موازنة الدولة وزارة المالية بتجمع إرادات الدولة المتوقعة وبتحط قصدها النفقات المتوقعة وتعمل بقى حسابتها وإحتياطاتها وتطلع الموازنة العامة للدولة ولأن الموازنة هي في الأساس بتخص المواطن والحكومة ووظفتها أن الحكومة تديرها بأفضل طريقة ممكنة فهي لازم تاخد موافقة الشعب طبعا الحكومة مش بتعدي على الشعب فرد فرد تعرض عليه هي هتدير دخل الدولة إزاي وتصرفه في إيه وهتجيبه منين ولو العجز حصل في عجز يعني لا سمح الله هتجيبه منين وهتستسمر إزاي الفائد لو حتى في فائد لا الحكومة بتروح لممثلي الشعب اللي هم أعضاء مجلس النواب اللي بينوبوا عن المواطن في المراجعة وفي الرقابة وفي المحاسبة النهاردة بقى الدكتور محمد معيت وزير المالية أخد مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023-2024 اللي المفروض لو توافق عليها تتنفذ من أول يوليو اللي جاي جميل جدا طيب ليه وزير المالية بيطرح البيان المالي للموازنة دلوقتي رغم إنها هتتنفذ كمان شهر ونص عشان الموازنة بتاخد وقت في منقشتها وبنقعد نرجع خطة وزير المالية ومعاه وزيرة التخطيط ونشوف هل في الإمكان أفضل من مكان ولا لأ ولا اللي طرحه الوزير زي الفل وعين العقل وما فيش أحسن من كده النهاردة الدكتور معيط استعرض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب في جلسة عامة وقال لهم من أولها كده دي موازنة فيه ظروف استثنائية بسبب تأثيرات كورونا على التباطق الاقتصادي وضيف فوقيهم الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي وفي نفس الوقت قال للنواب برضو إنه الدولة المصرية قادرة تعدي التحديات الاستثنائية دي وإنه مصر مرت بأزمات أكبر وأعنف ونجحت إنها تعديها أول وزير النهاردة قال حاجات كتيرة الحقيقة بصراحة يعني غاية في الأهمية زي مثلا إنه قيمة المصروفات العامة هتوصل لحوالي 3 تريليون جنيه وإن الإرادات ممكن تسجل 2 واحد من 10 تريليون جنيه ورغم كده هو طمن المصريين على أداء الاقتصاد رغم الأزمات طيب الوزير قال إيه كمان طرح أرقام كتير متحملة على الموازنة الحقيقة الأرقام كتيرة جدا وصعبة شوية فمش عايزة لخبطكم فيها بالتفصيل ولكنها أرقام لدعم السلع التموينية والتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة والمعاشات ودعم الإسكان الاجتماعي وكمان دعم الصادرات وتمويل برامج الضمان الاجتماعي زي مثلا تكافل وكرام أرقام بمئات المليارات ده طبعا غير نفقات القطاع الصحي بما فيه تعينات الأطباء الصيادلة التعليم بما فيه تعينات المدرسين الجدد وملفات مهمة جدا زي مثلا توفير اختياجات المواطنين الحفاظ على استقرار الأسعار استمرار الانتاج مواجهة البطالة بتحفيز النشاط الاقتصادي حاجات كتير قوي عايز أقول لكم أنه مشروع الموازنة الجديدة دي معمول فيها حساب لتعيين سبعين ألف ما بين معلمين وأطباء وصيادلو ووظيف تانية فيه قطاعات الدولة المختلفة محتوط له تلاتة وسبعة من عشرة مليار جنيه تلاتة وسبعة من عشرة مليار جنيه كده بقول لكم أنه الموازنة موضوع بيهم المواطن في الوقام الأول يعني زي ما تعرف المصروفات يهمك تعرف كمان أنه إرادات الدولة زادت ووصلت لتنين تريليون جنيه وشوية ما هو الوزير بيكلمك أنت وبيعرض عليك أنت بس عن طريق النائب اللي انت اخترته ينوب عنك ويوصل صوتك وده بيأكد أهمية مشاركتك كمواطن في اختيار النائب اللي هينوب عن حضرتك مصر جديدة أهلا بيكم